بسم الله الرحمن الرحيم إن المتابع لتاريخ الخبرة الاجتماعية للصحوة الإسلامية المعاصرة يجد أن الحركة الإسلامية قد ركزت على الجوانب الإديولوجية والسياسية على حساب الإصلاح الاجتماعي وأيضا على حساب التربية الثقافية والفكرية وتحولت من حركة إصلاحية وسيلتها الدعوة وغايتها الإنسان إلى مجرد حركة سياسية وسيلتها الإنسان وغايتها الوصول إلى السلطة مما أوقعها كغيرها للأحزاب السياسية في خطأ القراءة لمشهد الربيع العربي وحسبته نهاية المسيرة النضالية لشعوب مؤمنة بشعاراتها وأهدافها ولم تنظر إلى الظاهرة بنظرة تشريحية مخبرية للبنية الاجتماعية الثائرة لتعرف دوافعها وأهدافها الحقيقية من وراء هذه الثورة الحركة الإسلامية كانت معنية أساسا بالتنظيم والصراع السياسي فلم تعنى كل العناية بالتربية الاجتماعية قدر عنايتها بالتربية الحركية والحزبية فالمناهج التربوية في الحركة الإسلامية كانت تستهدف تربية وتنشئة الشباب المنتمي والمطيع والمنفذ والموالي ولا أن مطلقا لقيادته التنظيمية والحركية وتهمل في المقابل ومن غير قصد ونية مسبقة التواصل الاجتماعي واللحمة الاجتماعية والإعداد الفكري والثقافي لقاعدتها من شباب الحركة وكانت النتيجة الطبيعية لهذه المناهج غير المتوازنة أن أصبحت القاعدة العريضة من شباب الحركة الإسلامية يجيدون العمل الحركي وما يتطلب من قدرة على التنفيذ والوفاء بالتكاليف الحركية ولكنهم في نفس الوقت أصبحوا منتظرين للأوامر والتعليمات ويفتقدون القدرة على المبادرة والاندماج في مجتمعاتهم على أي مستوى من المستويات حتى على مستوى تكوين رأيهم في القضايا اليومية العامة مما أدخلهم في حالة من العزلة الاجتماعية والعزلة الشعورية والغربة السلبية وهكذا أصبح النقد الذاتي في الحركة الإسلامية الشديدة الأهمية من أجل الخروج من إطار العقل التنظيمي الحزبي المحدود إلى العقل الإصلاحي المنفتح الذي يهتم بإصلاح الأمة والشعوب والعمل التنموي والأهلي بعيدا عن الاستنزاف في الصراعات على السلطة التي استنزفت جهود الحركات والمجتمعات الإسلامية بسبب أن هذه المعركة السياسية تخاض وهي فاقدة لأهم أدواتها وهو الحشد المجتمعي والجماهيري الذي يمنع القوى الطاغية والمستبدن من الاستفراد بالحركة الإسلامية وتصفيتها بشكل استئصالي بعد أن يتم عزلها عن حاضنتها الاجتماعية فبات من الواجب التأكيد على دور وأهمية مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع الأهلي والعمل الشعبوي التنظيمي مع العمل التنظيمي وأدواته وترقيته بدلا من هدر الجهود في مناكفة السلطات وخاصة بعد أن تغلب الجانب السياسي وتضخم على الجوانب الإصلاحية الأخرى من وظائف الحركة الإسلامية إن انشغال فصائل الحركة عن الأهداف التي قامت أصلا لتحقيقها بشؤون مرتبطة بالحراك السياسي ومصالح نخبة معينة بدلا من الوظيفة الاجتماعية النهوضوية كان له آثار سلبية جدا وأعداء الحركة الإسلامية أصلا يعملون جاهدين على أن تظل الحركة سطحية الثقافة منعزلة اجتماعيا أو حتى مرفوضة اجتماعيا ولذلك فهم يعملون على توفير فرص التعبير الديني الظاهر والكثيف في وسائل الإعلام وفي نفس الوقت يبذلون كل الجهود الممكنة لمنع الحركة الإسلامية من اكتساب الخبراء السياسية والاجتماعية الناضجة والتي تمكن الحركة من أن تصبح مستقبلا بديلا كفوا للتيرات العلمانية سياسية كانت أم ثقافية أو فكرية إذن على الحركة الإسلامية أن تعي أن المجتمعات أصلا من بنيتها وعصبة المجتمعات في علاقاتها أشد متانة من علاقة التنظيمات بأفرادها وأي تغيير سياسي أو إصلاح سياسي لا بد أن يقوم على قاعدة الإصلاح الاجتماعي وهذا يدعونا إلى أن تعيد الحركة الإسلامية فلسفتها في عملية الإصلاح وأن تتحول من حركة نضال سياسي فقط إلى حركة إصلاح اجتماعي تتحرك نحو الإصلاح السياسي بحشد جماهيري مجتمعي تترس به وتحتمي به وتحقق أهدافه وطموحاته من جديد لذلك إذا أرادت الحركات الإسلامية من الشعوب والمجتمع أن يقف معها فعلى هذه الحركات أن تتبنى قضايا وهموم المجتمع والشعب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة